موسيقى أهلا بكم شاهدين الكرام وحلقة جديدة من المشهد ولقاء يوم يتجدد مع حضرتكم على شاشة النيل للأخبار وهذه قراءة تحليلية مفصلة للزيارة القصيرة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن ولقاءه بالملك عبدالله الثاني أهمية هذه الزيارة ودلالة التوقيت وإلى أي مدى تأتي في إطار تدعيم وتوثيق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات والأصعيد المختلفة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية أيضا نتحدث عن أهم وأبرز القضايا ربما والملفات والموضوعات التي كانت على أجندة القمة التي جمعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بي ملك الأردن الملك عبدالله الثاني معي ومعكم لإبداء رأي والتحليل حول أهمية هذه الزيارة والقضايا التي كانت على رأس الأولويات بين الزعيمين المصري والأردني معي في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدرسات العربية والإقليمية بالأهرام دكتور محمد مساء الخيري فاند أهلا بحضرتك معنا تسمح لنا في البداية نتوقف هذه المعلومات السريع عن هذه الزيارة والعلاقات المصرية الأردنية ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أجدد لكم التحية من جديد مشاهدين الكرام وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدرسات العربية والإقليمية بالأهرام لك التحية من جديد دكتور محمد رغم أن هذه الزيارة زيارة قصيرة ربما لم تتجاوز بضعة ساعات إلى أنها بطبيعة الأحوال بتحمل أهمية كبيرة في أي سياق تضع هذه الزيارة ودلالة التوقيت؟ شوفي أحبريكا وفي بعضين حكمين لهذه الزيارة في بعض يرتبط بفكرة العلاقات الصناعية المصرية الأردنية وبعض أخر يرتبط برؤية كل من البلدين للقضايا الأقليمية فيما يخص العلاقات الصناعية القاهرة وعمان نموذج للعلاقات العربية العربية حجم التوافقات المشترقة فيما يتعلق بتعزيزها على المشتوىات المختلفة الجزء السياسي والجزء الأقتصادي الجزء الأمني لهما يبرره بشكل كبير حجم التحديات اللي بتواجهها الدولتين بيعزز أن يكون هناك توافقات مشتركة وبينتظر في مؤشرة محدد جدا أما تيجي تشوفي حضرتك الزيارات المتبادلة سواء على مستوى القمة فيما يتعلق بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان أو الزيارات المقابلة من الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة صحيح بالإضافة إلى المحاور المختلفة ما اللي بيلاقي كتير سواء فيما يتعلق برؤساء الوزراء أو زراء الخارجية والداخلية أو وزراء النقل أو وزراء القوى العاملة أو حتى الاجتماعات المستمرة مدين مدراء جهاز المقابلات العامة للبلادين هذا فيما يتعلق بالعلاقات الصناعية فيما يخص رؤية الدولتين نرى تصريحات الصدرة في الصحف المصرية والأردنية والعربية التي وردت على لسان وزير الخارجية السفير سامح شكري بتشير إلى أن هناك توافق كبير فيما يتعلق برؤية البلدين للأزمات الإقليمية سواء كانت المرتبطة بالبؤر العربية الساخنة سوريا، ليبيا، اليمن أو القضية المركزية لكل من البلدين وهي القضية الفلسطينية بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب العابر للحول طيب في كل الأحوال هنأتطرق بشيء من التفصيل لكل جزئية أو لكل محور من المحاور حقيقة ترحتها دلوقتي في كلماتك ولكنك تحدثت على أن النموذج المصري الأردني كنموذج يحتذى به بشكل كبير أو أشبه بالقضوة الإيجابية إذن إلى أي مدى نحن بحاجة أن نستثمر هذا النموذج وفي تعميمه على العلاقات العربية العربية بشكل عام وفي أن يكون هناك تنصيقا وتشاور مكثف فيما يخص الهموم العربية والتحديات العربية والملفات والقضايا العربية في هذه المرحلة نحن نتكلم في 2019 من حوالي 8 سنوات في حالة رياح محملة بسموم مختلفة سواء كانت حرقات ثورية عنيفة أو تنظمات إرهابية عنيفة أو صراعات داخلية كسيفة الحدة أو تدخلات خارجية في أشؤون الداخلية هذه البيئة اللي بتشير إلى أن حجم المشكلات والألام في الجسد العربي بتستدعي في المقابل لمواجهتها والحد من تأثيراتها أن يكون هناك علاقات ما بين دول عربية رئيسية القاهرة وعمان أحد الروافع الأساسية يعني لو نحن نتكلم حوالي دول لديها مصلحة رئيسية للحد من المشكلات التي تواجه ما يمكن أن نضعه ما بين علامية تنصيص نظام عربي نتكلم على مصر المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة الأردورية الهاشمية أولا ده كل من الدولتين بيدفع عن مشروع أساسي لكاد أن يتعرض لتحدي كبير وهو مشروع الدولة الوطنية خاصة وأن هناك قوة داخلية تستفيد من دعم خارجي مش من مصلحتها أن الدول دي تبقى موجودة وما الدول ما تبقاش موجودة على طول بيبقى أن يكون هناك ملء لهذا الفراغ يعني حتى ما ينطبق على العلاقات الإنسانية ينطبق على التفاعلات الإقليمية والعلاقات الدولية أن أي فراغ في حيث جغرافي أو في وضع ما بيجعل أن يكون هناك إجراء للفوائل المسلحة العنيفة سواء كانت التنظامات الإرهابية أو الميليشيات المسلحة أو حتى حركات المناطقية مش بالضرورة أن في جماعة تسيطر على دولة بكملة لكن ممكن تسيطر على منطقة سيطر على موارد اقتصادية وممكن أن هي تعبر عن مشروعها الذاتي يعني جزء من حلم فكرة مشروع تنظيم داعش مش أنه هو كان يسيطر على العرق كله أو سوريا كلها لكن أنه هو بيركز على دول كسيفة السكان مترامية الأطراف بشكل كبير تستحوض على موارد اقتصادية لديه بعض الوكلاء اللي بيساعدوه سواء داخل الدولة أو على أطرافها الحضية وبالتالي عودة إلى هذه الزيارة الأهمية أن يتم توجيه رسائل مختلفة أن النظام العربي أو المنطقة العربية أن البيت لديه رب يحميه أن هناك أطراف لديها مسئولية سواء مسئولية مزدوجة مسئولية تقص وضعها المرتبط بأمناها الوطني أو حتى بأمناها القوم لأن حالة إضعاف المناعة لواقع الدول العربية خلال السنوات الماضية بيشير وفق نظرية البيوت الخشبية أن أي نيران سوف تلتهن بعض البيوت في منطقة معينة سوف تمتد تأثيرات أما نجد نشوف التأثيرات يعني ليه مصر لديها تخوف طوال الوقت مما يحبس بالنسبة لليبي ليه دولة زي المملكة الأردنية الهاشمية لديها تخوفات بشكل مستمر من تدعيات الأزمة السورية دولة زي المملكة العربية السعودية لديها هاجز هي والقويت من أن تستمر حالة العراق كدولة فشلة وبالتالي الرسائل الأساسية في هذا السيار هو التأكيد على أن يكون هناك دعم عربي للدفاع عن المصالح العربية أن يكون هناك أيضا تفاهمات فيما يتعلق بالمشاريع الإقليمية أو الدولية يعني أهمية هذه الزيارة أنها تنبع أنها تأتي بعض الزارب بومبوميو أو بالتزامن معها لأنها لم تنتهي هذه الجولة اللي وزير خارجية الأمريكي دولة العربية موسعة طبعاً الجولة العربية التي شملت تسعة دول عربية صحية بدأت بالمناسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلاتها جولة العرب ثم محطة القاهرة ثم تبعتها بالجولة التي تضم ست دول خالجية وأنها تتزامن أيضاً مع زيارة جون بولتون وهو مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي اللي هو بيقوم بها لكل من إسرائيل وتركيا وبالتالي حجم التأثيرات التي تقوم بها القوة الإقليمية يجعل أن يكون هناك داعي ومنافع مشترقة من اللقاء ما بين زعيمين عربيين مثل الرئيس السيسي والملك عبدالله السيد تمام تسمحيني دكتور محمد معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الأساز محمد التان رئيس تحرير السابق لجريدة الدستور الأردنية أساز محمد يعني بعد التحية كيف رصدت وسائل الإعلام والصحف الأردنية المختلفة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقمة التي جمعت الزعيمين بين السيد الرئيس والملك عبدالله الثاني يعني سيدة اليوم كان في الإعلام الأردني اهتمام كبير ومكثف في زيارة صحامة الرئيس السيسي لعمان ولقاهه بجلالة الملك عبدالله الثاني والحقيقة أن هذه الزيارة تأتي انتداد العلاقات لعمق العلاقات الأردنية المصرية التاريخية خصوصا في عهد جلالة الملك وفقامة الرئيس السيسي وحقيقة أن المنطقة الآن تشهد حراس سياسي مكثف لمحاولة حلحلة القضايا العربية لصالح الأمة العربية والأردن ومصر يشكلان اتقلا سياسيا كبيرا سواء في المنطقة أو في العالم لذلك الزيارة اليوم بالتأكيد بحثت ملفات سياسية هامة تخص الدول العربية وبالذات طبعا أكيد القضية اليمنية قضية سورية وقضية القضية المركزية قضية فلسطين التي تشكل مصر والأردن الأقرب إليها تاريخيا كانت سيارة مهمة جدا والقمة مهمة جدا للقضايا العربية ومسيرها في هذا العام الجديد اللي نتمنى يكون عام خير للعرب الجليل صحيح إذن في كل الأحوال وكما ذكرت وكما نعلم أن المنطقة العربية مشتعلة بالأحداث ومشتعلة بالصرعات ومليئة بالتحديات المختلفة كيف ترصد مساحة التوافق والرؤى المشتركة ما بين القاهرة والعمان فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية في هذا التنفيق بين العاصلتين الشقيقتين القاهرة وعمان تنفيق كبير وعميق ومن المعروف أن هذا التنفيق يسبب في مصلحة الشعبين ومصلحة الأمة العربية وكما ذكرت أن القيادتين يتقلان كبيرا على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم إضافة أن القيادة الأردنية والقيادة المصرية مقبولتان عالميا وهذا يسهل عليهم طرح القضايا العربية بهم ودفاع عن قضايا الأمة بشكل جدي لأن صوت جلالة الملك وفخامة الرئيس في صوت مسموع في العالم هو مقدر ومحترم نتمنى أن تكون العلاقات الأردنية المصرية نموذج العلاقات العربية وإذا وصلنا إلى هذا المستوى من العلاقات بين الدول العربية كما هو الآن بين مصر والأردن أعتقد أننا تتجاوز كثير من العقبات التي تحول دون حل القضايا العربية تمام أشكرك جزيل أشكر الأساس محمد تن رئيس تحرير جريدة دستور الأردنية سابقا شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية السريعة دكتور محمد بطبيعة الأحوال القضايا وملفات عدة كانت على أجندة قمة الزعيمين فلنبدأ بالقضية الفلسطينية تطرقت المباحثات بطبيعة الأحوال هي القضية الفلسطينية وأفاق عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عام كيف ترى تنسيق المصري الأردني فيما يتعلق بالقضية الأمة أو القضية الرئيسية للوطن العالم يعني أولا ما يمحد الطرفان المصري والأردني فيما يتعلق بالاهتمام بالقضية الفلسطينية أنه هم الدولتان العربيتان اللي هم شق طريق السلام مع إسرائيل مصر بدأت في عهد الرئيس الرئيسي محمد أنوري السباد في نهاية عقد السبعانية الفلسطيني من الداخل وكان آخرى زيارة وفد أمني مصري لحماس لا سيما وأن مسألة حالة تكريس الانقصام في فلسطين المشتفيد منه إسرائيل وليس أكثر وأن الإطراحات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية بعد الانفراد الحمسوي بإدارة قطاع غزة بتتحدث أن نحن نتحدث عن سلاس دول وليس دولتين كما يشار من جانب بعض الزعومات العرة دولة حماس في غزة ودولة عباس في الضفة الغربية بالإضافة إلى الدولة الإسرائيلية وبالتالي ده بيطيح لها أن هي تتكلم حوالين أنه ما فيش شريك فلسطيني واحد إذا كان الأطراف الأساسية أصحاب القضية المحورية مش قادرين يتفقوا ما بينهم وما بين بعضهم لا سيما في ظل التنازعات بشكل مستمر وقيام الرئيس أبو مازم بحل المجلس التشريع الفلسطيني وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية الفلسطينية بيشير إلى أن التصعيد هو لغة التعامل ما بين الطرفين على نحو يجع أن هناك من الأهمية التناقش ما بين مصر والأردن فيما يخص هذا السياق الأكثر أهمية هو القيام كل من الدولتين بأنهم حق تصد بشكل جبير في مواجهة الضغوط الأمريكية التي تحاول هذه الإدارة من جانب ترامب أو من جانب مبعوثي للشرق الأوسط أو مستشاري أن يتم تمرير ما يطلق عليه صفقة القرن في ظل حالة ضعف عربي بشكل كبير ولكن عندما نتحدث عن الضعف العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يعني ربما قبل إلقاء اللوم على العرب لتخاذرهم بعض الشيء في التعامل مع القضية الفلسطينية أو القضية العربية بشكل عام على الداخل الفلسطيني كما ذكرت أن يتوحدوا يعني هناك خلافات حتى ما بين فتح وفتح وخلافات ما بين فتح وحماس إذن كيف للبعض من الفلسطينيين وبطبيعة الأحوال نحن ضد فكرة التعميم كيف للبعض منهم أن يلقي باللائمة على تخاذل أو ترغع المساعي العربية أو ما الذي يمكن بما يتكلم على علاقات المصرية الأردنية ما الذي يمكن أن تقدمه المساعي المصرية أو المساعي الأردنية كيف يمكن أن تجني ثمار أمر هو بالأساس أصحاب البيت يعني يتشجرون فيما بينهم إذن يعني عليهم في البداية أن يبدأوا بأنفسهم هو بالفعل تحليل حريك مضغوط وبيكمل التحليل اللي أنا قلته خاصة وأن أصبح أحد الخيارات المطروحة بالنسبة لحركة حماس هو توظيف ما يطلق عليه طيار فتح الإصلاح واللي إحنا نبتدي نتكلم حوالي الانقسام بين الفصيل الفلسطيني الوعد ده بيشير إلى أن مصر بتحاول تنقل رسائل لأن مصر ما لهاش قوة ضغطة بشكل كبير مصر أولا بتتعامل مع الشرعية الفلسطينية اللي هو بمصيلة رئيس يبو مازن اللي هو كما موت في القاهرة منذ أيام قليلة وأن مصر مصلحتها بشكل كبير أن يكون مصر ما بتجرش بهذه القضية وأن مصر مصلحتها الأساسية أن يكون هناك استقرار وأن يكون هناك عوضة مرة أخرى إلى أجواء التفاوض واللي عايز أقوله أن إسرائيل ممكن خيارتها في تلك المرحلة مشغولة أكتر ما هي بتواجه الشأن الفلسطيني تواجه الشأن الإسرائيلي الداخلي في ذل إجراء انتخابات نيابية مبكرة سوف يتم إجراءها في إبريل المهمل فعلينا في هذه اللحظة أن يكون هناك تخلي عن الأجندات الجزئية التي تتبنىها بعض الفصائل الفلسطينية صفة واضحة حماس وفتح اللي كنين في مركب واعد أن يكون هناك دعم من جانب بعض الأطراف العربية للمساعي المصرية الأردنية خاصة على صعيد المساعي المالية والإغاثية لأن حالة قطاع غزة أجبه باللغة المصرية أجبه بخرابة معدلات سوء التغذية معدلات تصاعد نسب الفقر والبطالة بشكل كبير غزة أصبحت أقرب لسجن كبير كما تقول التقديرات الصدرة عن البنك الدولي خلينا ننتقل من القضية الفلسطينية إلى الأزمة السورية والتوافق المصري الأردني فيما يتعلق بسوريا وأهمية الحفاظ على شرعية الدولة ومؤسسات الدولة ووحدة وسلامة واستقرار الأراضي السورية ونربط هذا التنصيق الوثيق والوطيد المصري الأردني في التعاطي مع الأزمة السورية بالموقف الأمريكي الأخير والإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية يعني كيف ترى الموقف الأمريكي عموماً وتطوراته فيما يتعلق بالقضاء والملفات العربية المختلفة هل تركيا هي البديل في الشمال السوري الآن؟ شوفي مش هتقدر تقولي تركيا لوحدها لكن في الكلمة على أطراف مختلفة لكن من الواضح أن الأطراف المختلفة ليست بينها أطراف عربية يعني إحنا بنتكلم أن هذا الفراغ الأمريكي وإحنا مش عارفين لحتى هذه اللحظة أن ما يقوله الرئيس الأمريكي هو هينفزه ولا لأ يعني لإحنا بنتكلم حوالين الأول بيتكلم عن انسحاب سريع ثم أصبح يتحدث عن انسحاب متدرك ثم أصبح يتحدث عن انسحاب حذر كان يتحدث عن انسحاب خلال مدى زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر ثم أصبح انسحاب مفتوح دون أن يكون هناك قيد زمني نحن نتحدث عن ارتباك أمريكي بيعطي فرصة لأطراف مختلفة إن هي تسد هذا الفراغ كما أشرت في بداية حديثة أن وجود فراغ في مناطق بيؤدي إلى الإغراء لهذه القوة أن تملأ هذا الفراغ الأهمية لن نتكلم إن سوريا التي كنا نعرفها ونزورها حتى 2010 من سوريا اللي احنا نعرفها دلوقتي دولة زي إيران بتتحدث منذ عدة أشهر عن افتتاح الجامعة الخامسة الإيرانية داخل سوريا وتحديدا في العاصمة دمشق الأكثر من ذلك إن دولة زي تركيا بتتصرف في بعض المناطق في الشمال السوري وكأنها مناطق مستباحة وبتحاول أن تبرد كان لها عزبة خاصة بها آه آه ما هي بالفعل لكن للأسف للأسف حالة الفوضى اللي انتبت المنطقة واللي جاء يعني على سبيل المثال طول الوقت تركيا اللي كانت دعمة للنظام السوري قبل 2010 انقلبت عليه لأنها كانت بتتصور أن الطفان الإسلامي أو الحكومات الملتحية اللي هي تقدر تقودها وتتحدث بإسمها وتعبر عن أجنت دا وبتقدم النموذج بتاعها بتاع حزب العدالة والتنمية سوف تعممه على بقية الدول العربية والإسلامية بدءا من النموذج المصري للنموذج التنسي للنموذج لليبيا للأردن بالمناسبة واللي عايز أقوله إنه إن 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 الإستراتيجية الأمريكية في وجودها كانت بتمثل مشكلة إن دي الوجود الأمريكي أو حتى الفرار الأمريكي بيدي إشارات لكتير من الحلفاء سواء من الأقراض أو من الدول الشريكة في دول الأقليم وده اللي بيبين إن ليه فيه كان جولة بالنسبة لبومبوميو لعنوانها الرئيسي محاولة استعادة الحلفاء أو طمقلة الحلفاء لكن ما هو بردك بأمرت إيه بالمفهوم المصري يعني ما فيش أي دلالات بدو بيين إن هذا الحليف يمكن الوصول به طوال الوقت تطمين بالكلام والتصريحات فقط على الأرض الواقع واللي عايز أقوله هو حتى التغريدات يعني أنا مستغرب إن دولة زي أمريكا لحتى هذه اللحظة بتدير سياسة قوة كبيرة بمنطق التغريدات وكأنها منطق علاقات شخصية مرتبطة بين بشر وبعضيها هو لم يعد حتى هذه اللحظة يستوع إنه هو رئيس دولة لأكبر دولة بالعالم بالسيق سياسات كبرى وإنما هو اللي في دماغه إنه هو رغو الأعمال لسه بيدير شركات حتى التصريحات التي تشير إنه هو بتكلم حوالين كان هناك تصريحات مباشرة من جانب الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية عايزينا نوحد في سوريا ادفعونا التكلف اتبقائنا فيها وحتى التصريحات الأخيرة التي أطلق ترامب سواء عبر موقعه في موقع تويتر أو لوسائل الإعلام قال إحنا ما بناخدش بعض المبالغ المالية أو التعاقرات العسكري رغم أنه كان صفقة لم تحدث في تاريخ المنطقة ولا في تاريخ الولايات المتحدة بعد الزيارة والرياضة وبالتالي منطق الحماية بأجر الذي تحاول الولايات المتحدة أن تطبقه مع حلفاءها في مناطق مختلفة بالمناسبة الحماية بأجره وهو يجاهر بهذا الأمر يجاهر ما أنا بقول حريك إحنا ما بحدث أمام رجل أعمال بيدير شركات مش رجل سياسة بيدير سياسات دولة كبيرة زي الولايات المتحدة لديها تعقودات عسكرية ضخمة لديها موارد وتطفقات استثمارية في مناطق مختلفة لديها تمثليات يعني مستوى تمثيل بقول تمثليات لأنهم يمثلوا بالفعل يعني حتى ما نيجي نشوف مستوى تمثيل وتوزيع الأدوار جولة بولتون لتركيا وإسرائيل وبيكملها جولة أخرى لبومبوميو في تسعة دول وبالتالي الهدف الرئيسي يعني ردا على كلام حضرتك بالنسبة للسياسة الأمريكية إحنا موقفنا إيه إحنا نقول هنبقى في دعم على الأقل في حدود القدرات الدول العربية في تعاملها مع بعضها خاصة أن مساحة التوافقات المشتركة ما بين مصر والأردن فيما يتعلق بالمساء بالأزمة السورية كبير اللغاية هقولها بشكل تليغرافي سريع أولا مصر وسوريا والأردن مفيش عدوات تجاه النظام السوري يعني هقولها بوضوح في التلفزيون المصري عدوة النظام السوري تجاه السعودية مش زي مصر وسوريا مصر لم تدعم أي من قوى المعارضة مصر كانت طول الوقت بتؤكد حوالين أن الله يحل المسألة السوريين ما بينهم ومن بعضهم الحفاظ على ما تبقى من الدولة السورية واللي بيوصل الدولة السورية هو أن نظام الأسد حتى أسير اللحظة لم يستعيد كل المراطق اللي بيستعيد تلعية تقديرات معهد الحرب الأمريكي بتشير إلى أنها تتراوح ما بين 60-62% وبتالي حوالي سلساء الأرض السورية لكن شتاء ما بين هذه السيطرة الحادثة في بداية عام 2019 وبين عليه الوضع في وضع النظام السوري في 30 سبتمبر 2015 حينما كان النظام السوري لا يسيطر إلا على ما يقرب من 5 الأراضي السورية من حوالي من 18-21% وبتالي هناك توفقات فكرة الحل السمي عدم معادات نظام الأسد لذلك تلاقي حضرتك الوجود المصري والوجود الأردني في عقود إعالة إعمار سوريا عيب أمن أبرز الدول العربية طبعا يعني وهنا الدور العربي مهم حتى لا تنفرد أو تأخذ الكعكة احنا لا نتكلمش على كعكة لأن كعكة إيه ده هو كله ضمار لكن إنت زي اللي إنت بيتحملي أو بتحولي هذا الضمار إلى درجة من درجات الأعمار بشكل أو بآخر الأكتر أهمية بشكل أخير يرتبط بأن دور أن مصر والأردن دولة تمثيل للدول العربية وأن هناك مساعي بشكل أو بآخر ده انطلاقا من تحليل وليس استناد لمعلومات من مصلحة عودة النظام السوري للتمثيل درجة أخرى وما نيجي نشوف المقاربات العربية الجديدة عدد افتتاح دولة الإمارات للسفارة الإماراتية داخل دمشق زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لقاء الوزير عباس كامل معه اللواء علي مملوك في القاهرة رئيس جهاز الأمن الوطني الذي يضم أربع أجهزة أمنية وعسكرية سورية بالإضافة إلى درجة الانفتاح سواء من جانب دولة زي الكويت أو من دولة زي المحرين وبالإضافة إلى التحول الأكبر في سلوك المملكة العربية السعودية أنها ليس هناك لديها مانع لبقاء نظام الأسر والفتاحة عن جاء في إطاريا عن النجاحات التي تم تحققها من قبل الجيش العربي سيري في عز السيطرة على مساحات وسعية من الانفتاحات إلا واستطاع هذا النظام أنه من خلال يعني الاستناد لعدد من العوامل سواء فيما ترتبط به التوحد اللي ظهر فيه قطعات عريضة من جانب الجيش السوري بالإضافة للحزب البعث السوري العربي علاوة على التدخل والدورة الذي قامت به روسيا والتي كانت رمانة مزان بشكل كبير بالإضافة لكده الرسالة اللي كانت عطفة على سؤال حضرتها بالنسبة للدور الروسي والدور الأمريكي روسيا بلأت تظهر لدول الإقليم بأنها حليف ينقن الوصول به استطاعت أن تضاع النظام الأسد حتى يصبت أقدامه في حين أن الولايات المتحدة لم تكن المنقذ بلأ قد تكون المسبب للإنهيار في كتير من الدول الحالات اللي بتحدث عنها لأن الولايات المتحدة لا تكون الإنسحاب من سوريا وإنما تتحدث أيضا عن الإنسحاب من أفغانستان شوفي حضرتك وضع الأمريكان ودورهم في خراب العراء ودورهم أيضا في خراب أفغانستان وهنا بتقول هتنسحب وهنا بتقول هتنسحب دون أن تبرر الإنسحاب له الأكثر من ذلك أنها تحاول أن تبدل بعض القواعد لأنها تنقل قواعدها ووجودها وقوتها من سوريا وترتكز بها على العراق وده اللي بيبرر زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى العراق خلال الأيام الماضية طيب أخيرا ماذا عن الجهود المشتركة المصرية الأردنية في مكافحة ومواجهة ومجابهة الإرهاب يعني أهمية القضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسر شوفي حضرتك الخطر الأساسي اللي بيواجه الدولتين من وجهة نظرهم في الإقليم هو الإرهاب والإرهاب بصنوفه المختلفة وأشكاله المتعددة كما أشرت مع حضرتك في أكثر من مرة مصر تتعامل مع الإرهاب بالجملة مش بالتجزئة يعني إحنا رؤيتنا طرحناها في كثير من المنتجات الدولية والمحافلة الإقليمية عفوا إن هناك بعض المظاهر متى توفرت في سلوك هذا التنظيم أو ذاك ده بيقول إنه هو تنظيم إرهابي أما هذا التنظيم يمسك سلاح ويكون هدفه الإضرار بالمنشآت العامة للدولة استهداف القوات المصلحة النظامية أو الشرطة المدنية اللي هي بتواجهها أن يتم العبس بأمن المجتمعات والإضرار بها أن يتم استهداف بعض الأهداف الاقتصادية والمنشآت السياحية بتنظيم إرهابي سواء بقى كان هذا التنظيم إخوان مسلمين أو هذا التنظيم كان تنظيم داعش أو هذا التنظيم كان قاعدة أو هذا التنظيم كان بوكو حرام أيا كان واللي عايز أقوله مثلما عانت مصر من الأرهاب عانت الأردن ومثلما تم استهداف من جانب داعش من جانب بعض المواطنين حتى خارج الحدود الوطنية مش في صينة بس أما نيجي نشوف الحدثة الشانية على تحرصت الأجباط المصريين ولأول مرة تخرج القوات المسلحة تخرج تحارب خارج حدودها كانت لأجباط مصريين ليس لأنهم أجباط لأنهم مصريين في المقام الأول هذا حدث بالنسبة لمعازل كسازبة الأسير الذي قامت داعش بإحراق الطيار الأردني الذي كان يدافع عن أمن بلده ووطن وبالتالي نحن نتحدث عن قواصم مشترقة بالإضافة إلى أن مستوى التنصيق ما بين جهاز الاستغبارات في البلدين على أعلى مستوى بشكل كبير الأكثر أهمية أن ما يدعم من أهمية التنصيق في ملف الإرهاب أن الإرهاب قايم أو بيمثل مصدر الخطورة عبر حدود رخوة سواء الحدود الرخوة بالنسبة للمصالح المصرية من كافة الاتجاهات الاستراتيجية أو حدود الرخوة بالنسبة لدولة زي الأردن أقول بشكل سريع دولة زي الأردن دولة صغيرة المساحة محدودة الموارد الاقتصادية في وسط فلان كبار يعني الأردن تحطها كل من المملكة العربية السعودية تحطها كل من سوريا تحطها العراق فإزاي دولة قادرة تسير على خيط الرفية وتحافظ على أمنها بالإضافة إلى التحديد اللجوي من النسيج المجتمع الداخلي لأن هناك انقسام سواء لأن الأردنيين سواء من أصول أردنية أو من أصول فلسطينية بالإضافة إلى الخطر الذي تمثله السلفية الجهادية والانشطرات التي خارجها من جماعة الإخوان المسلمين كل ده بيجعل أن يكون هناك توفقات مشتركة كثيرة من البعض الاقتصادي من بعض السياسي من بعض الأمور يا دكتور محمد شارفتنا ونورتنا سعيدا جدا بالقائب حضرتك وأشكرك على كل بيت الدعوة كوليسي نحيك طيب ودكتور محمد عزيزي العربة عن رئيس وحدة الأصوات العربية والإقليمية بالأقرام مشارفتنا ونورتنا إفندم وأشكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام نهاية هذه الحلقة من المشهد تقبلوا تحياتي ودائما للحديث اشتركوا في القناة